اهلا بكم في هذا الاسبوع نبدأ جولة الاخبار من اسبانيا حيث قال العاهل الاسباني الملك فليببيا السادس ان العلاقات القائمة بين بلاده والمغرب تمضي قدما على اسس اكتر متنة وقوة في ذات السياق اعلن خسيمانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني برمجة اجتماع رفيع المستوى بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز مطلع فبرايرا مقبل ومباحثات بين مسؤولين مغاربة وكبير مستشاري الدفاع البريطاني استقبل ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الثلتاء بالرباط كبير مستشاري الدفاع البريطاني بشمال افريقيا والشرق الاوسط الفريق طيار مارتن ايليوت سامسون من جانبهما تبحت عبداللاطيف لودي الوزير المكلف بادارة الدفاع الوطني والجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية مع المسؤول البريطاني وبتعليمات ملكية سامية اعلن الجنرال دوكور دارمي رغبة القوات المسلحة الملكية في تعزيز العمل من اجل مواصلة التعاون الثنائي العسكري وحصيلة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية ايجابية هذا ما اكده عزيز اخ النوش رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين وعضف اخ النوش ان الحكومة نجحت في الوفاء بالتزاماتها قبل انقضاء سنة 2022 من خلال تعميم وتوسيع خدمات التأمين الاجباري الاساسي عن المرض لتمكين المغاربة على قدم المساواة من تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية او المهنية واردف ان ارباب العمل والاجراء معنيون بالالتزام بواجباتهم لانجاح هذا المشروع وعفو ملكي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال تفضل الملك محمد السادس باصدار عفوه السامي على مجموعة من الاشخاص بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وشامل العفو الملكي 991 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة والمغرب حاضر في مناورات بحرية هي الاكبر بغرب افريقيا تشارك البحرية الملكية المغربية في مناورات اوبن جيم اكسبريس 2023 في لاغوس بنيجيريا وتجرى المناورات التي تعد أكبر تمرين عسكري بحري متعدد الجنسيات بغرب ووسط افريقيا في دورتها الثاني عشر بمشاركة 29 دولة وإلى مباحثات الحموشي ورئيس الانتربول بالامارات التقى عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بحر الأسبوع برئيس الانتربول بدولة الامارات العربية المتحدة أحمد ناصر الريسي وتبحت الطرفان حول قضايا التعاون في المجال الشرطي وتنصيق أمني يفكك خلية إرهابية مكن تنصيق أمني مغربي إسباني من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش وتنشط الخلية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية بإسبانيا والمغرب وتتكون من ثلاثة عناصر والحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أكدت الحكومة التزامها الثابت في المضي قدما بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي 26-12 وأهاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مستهل المجلس الحكومي الأسبوعي بكافة الوزراء إلى الانخراط الجد والفعلي في تنزيل هذا الورش والأميرة للا مريم تترأس اجتماعين ترأست الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الخميس بالرباط المجلسين الإداريين للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وتدارس المجلسان التقريرين الأدبيين والماليين وكذا برامج توظيف ميزانية سنتي 2023 و2025 قبل المصادقة على مخططات العمل الثلاثية والمشاريع اللازمة لتنفيذها ونختم بقرعة كأس العالم للأندية أجريت الجمعة بمركز محمد السادس في المعمورة قرعة كأس العالم للأندية بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الكونفدرالية الإفريقية ووضعت القرعة فريق الوداد الرياضي في مواجهة فريق الهلال السعودي ويفتتح الموندياليتو بمباراة تجمع فريقي الأهل المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي شكرا على المتابعة إلى اللقاء